جدار الثقة المفقودة عقبة تقف أمام نجاح مباحثات سويسرا بشأن الأزمة اليمنية الحكومة الشرعية لا يبدو أنها تعقد آمالاً عريضة على هذه الخطوة خطوة لم تغير موقف الحكومة من نقد الحثيين المتكرر للعهود غياب الثقة هذا دفع المبعوثة الدولية إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى تعزيز جهوده في محاولة بنائها من جديد إذ جدد ولد الشيخ تأكيده على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة إن الشعب اليمني بكل أطيابه رجالاً ونساء من كل الأعمار والانتماءات يعيش معاناة غير مسبوقة واليمن الحبيب تآكله النيران من كل الأطراف بسبب العنف والصراع المسلح في البلاد وهنا أتوقف لأكرر مرة أخرى إن الحل الوحيد هو حل سياسي ولا بد للعنف أن يتوقف مباحثات السلام اليمنية في سويسرا تضمنت نقاطاً عدة فقد ركزت المشاورات على القرارات الدولية خاصة القرار 2216 وكانت تثبيت وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات أبرز محاول التفاوض ولم يغب عن الأجواء موضوع فك الحصار عن المدن خاصة الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تعز كما تم التطرق إلى الإفراج عن المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي في بادلة تثبت حسن النواية وتم الحديث أيضاً عن خطوات تحسين الأوضاع الاقتصادية وعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين تهدف مفاوضات سويسرا إلى إنهاء الحرب وتمهيد الطريق للانتقال السياسي في اليمن لكن تحقيق هذه الأهداف مرهون بالتزام المتمردين الحوثيين بوقف إطلاق النار وبمخرجات التفاوض إثبات بادلة حسن النواية إذن سيشكل بارقة أمل لا يزال مفقوداً في نفق الحرب المظلم بادلة الحل هذه لم تكن الأولى وقد لا تكون الأخيرة في مراثون الجهود الإقليمية والدولية بيد أن الجميع يعرفون أن حل الأزمة يكمن في إعادة وتثبيت الشرعية في اليمن ترجمة نانسي قنقر